ما الذي يدور في العالم وأبرز الملفات العالقة في هذا الاتجاه وكيف هي تأثيراتها على حركة المال والأعمال والأسواق ضيفي هنا في الستوديو السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب أهلا وسهلا بك رائد الله يزيد أوقاتك دعنا نبدأ من حيث انتهى هذا العرض قبل قليل للزميلة رولا فيما يتعلق بأرامكو هذا الطرح الذي يجد حظه من الاهتمام بطبيعة الحال وأرامكو شركة كبيرة تريليونية وهناك شركات تريليونية في العالم لكن حتى إذا قسناها بشركات ذات الإختصاص والصيلة نجد أنها تتفوق عليها كما بمبارق كبيرة إلى أي مدى مثل هذا الطرح له التأثيرات وتداعيات على المستوى الدولي طبعا بلا شك هذه الشركة العملاقة عندما يتم طرحها للاكتتاب أولا ما لتطلع إليه حقيقة على مستوى الأسواق المالية العالمية هو مدى حجم الطلب على هذه الأسهم وحجم الاكتتاب بشكل عام وكيفية التقدم المستثمرين وتشكيل وتكوين وتركيبة المستثمرين الذين يرغبون بشراء هذه الأسهم يلعب دورا مهما في قياس صحة وتعافي الأسواق الناشئة رغبتهم بالتوجه نحو الأسواق المالية العالمية هل يوجد هناك رغبة بالمخاطرة هل هناك اقتراب أكثر للأصول التقليدية مثل أرامكو التي تعتبر في قطاع النفط وهو أحد القطاعات التقليدية في الأسواق أم لا تزال هناك إقبال أكبر نحو شركات تكنولوجيا التي تعتبر هي الطفرة في الوقت الحالي طبعا إذ هي مقياس بشكل أو بآخر لتعافي الأسواق العالمية وتعافي الطلب العالمي وما هو مستوى المخاوف المستقبلية على النمو العالمي نعم جيد أنا أشكر لك هذه المقاربة جيدة في عملية طرحة رابك وتأثيراتها على كل ننتظر ولكل حاجث حديث دعنا ننتقل إلى العالم من حولنا الأسواق الأمريكية انتهت مسألة خفض معدلات الفائدة والحديث عنها وتم ربما تجاوزها ننتظر كريستيل لاغارت أيضا في أول إطلال لها يعني كل هذه الأحداث إلى أي مدى هي ستصنع المشهد أيضا في ما تبقى من العام طبعا يعني أسبوع لما ننتظره والأسبوع الماضي كان أسبوع حافل ببعض التغييرات الكبيرة الفيدرال الأمريكي يقدم على خفض أسعار الفائدة وننتظر المزيد من الحديث من بعض الأعضاء الفيدرال الأمريكي خلال هذا الأسبوع لتوضيح أكثر الصورة المستقبلية يعني طيب إذا نظرنا إلى بداية العام كان لا يريد الفيدرالي أو يصرح بأنه لن يكون هناك أي تخفيض الأسعار الفائدة قد تم تخفيض الفائدة ثلاث مرات حتى الآن وهو يقول نحن في مرحلة ميد سايكل أو في مرحلة متوسطة ضمن الموجة الكبيرة أو ضمن السياسة الكبيرة التشددية للسياسة النقدية لكن هو تقليص مؤقت الذي يمر به الفيدرالي ولكن هذا التقليص المؤقت كلفه ثلاث تخفيضات خلال عام واحد لم يكن يتوقع هذا التقليص إذن الاقتصاد الأمريكي على الرغم من الأداء الإيجابي الذي نشهده إلا أنه يشهد ضغط كبير فيما يتعلق بالحاجة إلى استسهيل السياسة النقدية وعدم اتساع الهوى أو الفجوة ما بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الأخرى لأن ذلك سوف يضر سلبا على إيقاع الاقتصاد الأمريكي في فخ الركود في الفترة القادمة وهذا ما نشهد علاماته حقيقة سواء كان في عوائد سندات أو سواء كان في الارتفاعات الصاروخية لأسواق الأسهم مع وجود سياسة نوعا ما بدأت تيسيرية وتقليص أسعار الفائدة نقترب من أن تصبح صفرية وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك أي أدوات جديدة لدى الفيدرال الأمريكي إذا ما اقتربنا أكثر لأسعار الفائدة الصفرية لذلك هو يتمهل في الكلام ولكن بالأفعال يقوم بالتقليص كريستين لاغارد ننتظر حديثها سوف تلتزم بسياسة ماريو دراقي التيسيرية وممكن أن تكون هناك ضغط أكثر على السياسات المالية أهدافها هي ألمانيا وهولندا أن يكون هناك عدم وجود لفائض في الميزانية وإنما يكون هناك انفاق أكبر حكومي وبالتالي هذا هو نوع التيسير المالي الذي تنتظر تحقيقه لاغارد أكثر من أن يكون هناك تيسير نقدي من المركز الأوروبي جيد نسف انتصار أيضا لبوريس جونسون الذي يقبل على انتخابات مبكرة ولكن في المقابل أيضا تمديد من قبل البرلمان الأوروبي للخروج البريطاني ما يعطي الأسواق فسحة ربما من الأمل في هبوط سلس ناعم لا يربك حركة السوق يعني الأسوأ أصبح خلف الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي والمشهد أصبح أكثر نعومة إن صح التعبير من توقعات غير مدروسة أو توقعات وتكهنات تفتح المجال لأحداث قد تكون سلبية بشكل كبير على واقع الاقتصاد الملكي وبالتالي هذا التأخير وهذا التمديد طبعا ننتظر هذا الأسبوع تم تبديل اسمه من تقرير التضخم من البنك المركزي إلى تقرير السياسة النقدية طبعا مهم جدا هذا التقرير كل ثلاث شهور يظهر أن نحصل على إشارات أكبر هل سيقوم المركز البريطاني بتخليص أسعار الفائدة لمساعدة والتسهيل بشكل أكبر للسياسة البريطانية قريب أن يكون هناك انتخابات أم سوف يكون هناك احتفاظ وأبقاء على السياسة النقدية كما هي دون أي تغيير وانتظار نتائج الانتخابات التي أعتقد أنها لن تأتي بجديد سوف تزيد الانقسام داخل البرلمان البريطاني رئيس قسم الأبحاث في إيكوتي جروب السيد رائد الخضر أنا أشكر وجدك فعلا في الموصلة في هذا اليوم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك